موسيقى أعزائي السادة المشاهدين أهلا وسهلا بكم في موسم جديد وبداية جديدة من برنامجكم البداية اسمحولي في بداية حلقتنا أرحب بزميلي عمر أهلا وسهلا بك يا عمر أهلا بك يا بسم في كتير مننا بياخد فكرة أن اللي بيروح لأخصائي الصحة النفسية بيكون شوية مجنون بيكون شوية مجنون طيب إيه رأيك؟ أنك تروح للايف كوتش طيب وإيه الفرق بين اللايف كوتش وأخصائي الصحة النفسية؟ وإيه هو مؤهلات الشخص اللي بيساعدك تطور من نفسك وكمان تعدي الصعوبات اللي أنت بتمر بيها خلال الفترة دي كل ده هنعرفه أكتر وهنتكلم فيه مع الدكتور واللايف كوتش غادة فائز انتظرونا بعد الفاصل موسيقى وانتظرونا بعد الفاصل ونرحب ضفتي العزيزة دكتورة غادة فائز أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك بخير والله في البداية نحب نعرف يعني إيه اللايف كوتش؟ والله اللايف كوتش هو معناي بالعربي مدرب الحياة ممتاز وهو بيساعد الإنسان أو الشخص إنه هو يوصل لأهدافه من منطقة معتمة معتمة خالص مش عارف أهدافه مش عارف نفسه مش عارف في تقبل نفسه أو ذاته بيوصل لمرحلة عالية جداً بالتأدير الشخصي والثقة بالنفس ويعرف إيه وقدراته حتى نفسياً يعرف إيه هو نقطة الضعفة بتاعته ونقطة الكوة بتاعته إيه اللايف كوتش بيساعده أنه يتجاوز أي مثلاً صدمات نفسية بعض مثلاً النقطة الضعفة هو مثلاً موجود بيها بيساعده أنه يوصل للأحسن تمام عايزين نعرف إيه هو تأثير اللايف كوتشنج على حياة النفس بعدما بيروح للايف كوتش لأ بيبقى عنده بيحصل زي نورة للوعي بتاعه بيزود إدراكه بيبدأ أنه هو يبص الشخصية تانية لنفسه يعني أنا أعرف فيه ناس وصلوا مش شايفين نفسهم مع الضغوطات الحياة ومع مثلاً سوريا زي يعني في المفرمة كسواء شغل أو حتى مثلاً كربة بيت أو حتى أي إنسان في شغله مش عارف يوصل اللي عنده أهداف كتير مش عارف ومتلغبط في حياته اللايف كوتش لأ بيزبط له الدنيا بيحط له بالضبط النقط منيرة طوال حياته إنه هو يمشي إزاي لستبسة معينة عشان يوصل لهدف بيوجهه بيوجهه يعني للطريقة صحيح بيوجهه بيوجهه من غير أقول له أنا إيه إحنا بنقعد في جلسة نعرف إيه الدنيا عنده وبين خلال إدارة الحوار بيوصل لنقطة بتاعته إيه فكرة يا فندم الدكتور اللايف كوتش دلوقتي بقت منتشرة بشكل واسع يعني فكرة اللايف كوتش مع إنها كانت موجودة في الأول كانت موجودة دلوقتي بقت انتشار إيه السبب؟ والله ده فعلا برضو أنا بقليه فترة الفترة الأخرانية دي بفعلا بالضبط كلامك حقيقي إنه بقى لأي حد من هبه وده بيبقى لايف كوتش وده فعلا أنا بلاقي ناس يعني مش متخصصين ولا فاهمين درسين حتى علمي نفس ولا درسين في الصحة النفسية ولا أي حاجة ولا يفكوتش ممتاز يعني اللايف كوتش دي أمانة إن بعض مع العميل أو المستفيد نعود أسمع بإنصات وأسمع وإحوار كبير وفي الآخر أديل حلول لأ فبقت فعلا الفترة الأخيرة وانتشر نتيجة الانتشار مراكز كتيرة قوي مثلا بيكون مثلا هي غرضها الماديا أكتر حاجة ربح مادي ومحتاجين فبيزودوا الناس متدربين لكن لايف كوتش أصلا محتاج تدريب كبير قوي من مؤسسات وأكاديمية عالية تكون موصوك منها علشان توصل لبس كالكونسبت نفسه لايف كوتش إن ده حاجة مهمة في حياتنا والإنسان دوت يعني زي بيقولك مثلا بيكون القلب المستفيد في إدينا لازم نعرف أن يتبطوا عليه بإزاي وبالراحة لكما نعودش نعود في أي حد والأكاديميات الانتشرت دي لا أما مش بيكون مش بيأهلوا إنسان هو يكون لايف كوتش كف يعني بس عمر قال لحضرتك إحنا عايزين نعرف هي فترة مؤقتة يعني شوية وقتها تنتهي ولا هتبقى مهنة متدولة زي أخصائص ساحة نفسية يعني إحنا عايزين نعرف هي تنتهي ولا مكملة معانا لا هي بسط هي لايف كوتش إنسان ما عرفش أستغنى عنه هي إحنا مؤخرا كمجتمع مصري إحنا لايف كوتش انتصر في كذا في السنة الأخرانية بس هو منتشر من قبل كده في العالم الغربي فهو لا هو مكمل معانا مكمل معانا الإنسان بيبقى عنده كتير دغوطات وياما دغوطات عندنا كتير والصدمات والحاجات دي فلا محتاجينه محتاجينه فترة طويلة تمام إيه المؤهلات عشان تصبح لايف كوتش يعني أعمل إيه عشان أكون لايف كوتش كفأ لازم أكون يعني يعني أكون في أكاديمية تكون أو حتى مركز يكون يدربني بشكل كفأ أخذ كورس كبير إنه هو مثلا لازم عدد ساعات معين يعني لازم مثلا فيه تدريب مئة ساعة تدريب مع مستفيدين عشان أوصل لايف كوتش يكون يعني مؤهل وبالتالي هاخد بعد كده اعتماد اللي هو الاتحاد الدولي لكوتشينج ده في بريطانيا عشان أوصل لمئة ساعة موازية كمان عشان تاخد بس الاعتماد لازم كمان بيصوروا الجلسة وبينبعاتها برا مصر فده عشان ينوصل لحاجة يعني حاجة كفء جدا بس فدوت في حاجات معينة بتتاخد؟ حاجات بتتاخد آه كمان لما كمان يعني اللايف كوتش الجيد كمان بيلاقي إن فيه بعض الكورسات لازم تكون ياخدها مع كور لايف كوتش تكاهيروا إن هو بيعرف يعني يخلي المستفيد ده تعطي وطريق الصح بالظبط امتى أعرف يا دكتور إن أنا محتاج للايف كوتش? و امتى أعرف إن أنا مع لايف كوتش الناجح؟ ثاني امتى أعرف إن أنا محتاج لايف كوتش و امتى أعرف إن أنا أكون مع لايف كوتش الناجح؟ سؤال جميل جدا Allah إخباركي اعرف انت هكون معناي في كوتش ناجح لما انا حيما بعد كم جلسة او حتى من بعد كم جلسة فعلا احس اني بدأت اخذ خطوات عمليا في الطريق اللي انا كنت مع الدكتور او مع الكوتش بتاعي يعني مثلا من اول جلسة او تاني جلسة بيبدأ احنا اخد الهدف الرئيسي للساشن بتاعي ممتاز بعد كده حدينها مثلا واجب منزلة او هومورك حنمش بالخطوات والتقنيات الكوتش بتاعي الدهالي لو انا ماشي في مصار صاحب بدأت اعدل من وعي ومن طريقي بدأت اتغير يبقى كده انا ماشي مع الكوتش الناجح لو ما حصلش كده يبقى كده يعني لازم احس ان فيه تغيره في حياتي لازم او وبرضه حسب الحالة الادامي يعني مثلا لو مستفيد مثلا عنده مشاكل كتير في بعضهم يبقى عنهم مشاكل يعني مش عارف هو ايه مش ازاي مش عارف مش ازاي التوجه بتاعي يمشي ازاي بالزبط او مش عارف توجهته فين فلازم الكوتش ساعتها بيزبط له انت مثلا عايز اي نقطة نمشي ازاي فمسلا يحدد هدفه فبالتالي ممكن دي اخد اكتر من سيشن ساعتها وبعدين فلو خلصنا الهدف الاولين كده عرفت بقى ان خلص مع الكوتش الناجح يقدر بقى يمشي في الطريق الصح بالزبط او هو اصلا من اول سيشن او تادي سيشن بيبدأ لا هو نفسه بيبدأ يفكر صح كمان رأي حضرتك ايه في ظاهرة السوشيال ميديا دلوقتي بقت عبارة عن ظاهرة ونافذة مفتوحة لاي حد يقدر يعرض من خلالها تجربوا الفشلة والنكحة ويطلع ينصح الناس بدون اي علم اصابك معرفة هده قبل ما حضرتك تجاو بنا هنروح نشوف تقرير عملناه وخدنا رأيي الناس في الشارع ونرجع لكم مع ضيفة الحلقة اللايف كوتش غادة فايز مات عن فكرة اللايف كوتشين او اسمعت عنه طب تعرف ايه عنه ان هو مثلا بيكون حالة متخصصة ان هو يمسك حد يدربه ان هو يوصل مثلا لفيت كويس او وزن المعين هو عايز يوصل له ايه رأيك في الناس اللي بتزهر على السوشيال ميديا دلوقتي بتمارس مهنة اللايف كوتش من غير اي علم صراحة ما بكونش حاول الموضوع ده لان انت ما عندكش خبرة في حاجة زي كده فانت ممكن ترشد له احد لطريق غلط او مش صح فممكن انت تضر بحاجة زي وهل بتكمل الفيديوز دي وبتعمل بيها صراحة بسكرول على طول ما بحتاجش ان انا اقعد اتفرج عليه كتير اه صراحة اسمع تعرف ايه عنها انا اعرف ان اللايف كوتشينج ده شخص بسبورتي في حياتك بمسلا بنظم لك حياتك بيعرفك الترجل بتاعك هيبقى ايه وبساعدك عني في حياتك ايه رأيك في الناس اللي دلوقتي منتشر على السوشال ميديا بتمارس المهنة بدون اي حق وبتنصح الناس لمجرد تجربة شخصية هم عدوا منها انا شايف ان اي شخص على السوشال ميديا بيقدم اي كونتنت يبقى لازم الاول يبقى بروفيشنال في الكنتنت ده يبقى دارس فيه وعرف عنه معلومات كتيرة قبل ما يطلع ينصح شخص عشان ممكن نصيحته دي تأذي الشخص التاني فلازم يبقى بروفيشنال جدا في الكنتنت بتاعه قبل ما يدي كلام تاني لأشخاص تاني سماتي عن فكرة اللايف كوتشنج؟ اه حاصل سمعت انا بتعرفي ايه عنها اشخاص بتقدم او بتقدم شغل او بتقدمه بطريقة يعني ايه بتحمس الناس بتفهمهم الافكار بتاعتهم بتدي نصايح مثلا اي معلومات بتقدمها بس حد بيكون مفوط خبرة يعني طب ايه رأيك في الناس اللي بتظهر على السوشال ميديا دلوقتي بتمارس المهنة من غير اي علم وبتنصح الناس لمجرد تجربة شخصية عاشوها احب اقول كفاية لا ما رقحش الناس دي خلص ومش بتابع حد صراحة اه وما يفعش حد يقول كده اصلا ما يفعش انا اقولك نصيحتي في الجواز وانا ما تجوزتش اصلا يعني ابا نصحك ازاي تقدر يتماشي حياتك وانا اصلا ما تجوزتش فده مش مش حلو يعني ادي العشرة خبازه والمفوط كل واحد يقدم الحاجة اللي فاهم فيها واللي عارفها وما ينتقش كلمة غير وهو عارف تأسرها على الغير هيبقى عامل ازاي مين لايف كوتشنج ده اصلا ما عارفو مش لا انا ما عارفو الصراحة ولا انا ولا انا لا ولا انا اسمات عنها اوه تمام اسمات طب تعرفوا ايه عنها هو مثلا لو يكون حد عنده مشكلة او كده يروح يتكلم على لايف كوتش يحكي له مثلا اوه ده يعني تنمية بشرية او كده اوه مفروض بيحفز الاشخاص ان هي تبقى احسن مثلا بيشارع نقاط الضعف والقوة بتاعتهم عشان يبقوا افضل يعني ايه رأيكو في الناس المنتشر على السوشيال ميديا دلوقتي بيطلعوا يعملوا فيديوهات ينصحوا الناس من مجرد تجربة شخصية عدوا منها من غير اي صابق علم فالموضوع لازم يكون حد دارس او حد اصلا يعني فاهم في اللايف كوتش عشان هو يعرف يفيد الناس مش اي حد يطلع يتكلم وخلاص لا انا بشوفه نصب بصراحة يعني لازم الواحد لقى يكون دارس علم نفس والدكاتنا نفسين بس هما اللي يفهموا في الموضوع ده مش اي حد قرى مثلا كتاب او كده لا يقدر يشتعل حاجة زي كده ده نظر وارجعنا لكم تاني بعد ما شوفنا رأي الناس في الشارع دلوقتي السوشيال ميديا بقت اي حد يطلع يقول رأيه بقت كأننا بندخل منتج مجهول الهوية على بيتنا واطفالنا وأهلنا وعايزين نرجع تاني لضيفة الحلقة ونقول لها شايفة ده غلط ولا صح وايه تأثيره عن الناس فوستش الميديا مثلا سلاحظوا حديني في حاجات فيها ايجابية وفي حاجات سلبية احنا المفروض نفلطر الحاجة ديت مش اي حد يدي محتوى اخده لازم اشوف ده يعني مظبوط معي كعادات شرقية كمجتمع ده اولا ثانية بالنسبة خبراتي اشخاص قدامي ما ممكن خبراتهم مش متوانسبة مع خبراتي اللي يفكوتش ما بيديش حل اللي يفكوتش بيديكي بيقعد يعمل ادارة الحوار في استشاء النفس لكن اخي اجي انا كلايف كوتش اقولك هتعملني واحد اتنين تلاتة طبعا ده مفهوم خطئ جدا جدا فاحنا مفروض نعمل زي فلتر ونصفي دماغنا شوية ناخد الصح من الناس المضبوطة مش اي حد وناس المقهوم ومؤهلين مش اي حد طلب مسلا بمعلومة او طبخة مسلا معلش او حاجة حتى بعض الحاجات الغذائية برضو بنتطلع مسلا نقول حاجات ده مثلا الحاجة الغذائية ده يعني كويسة جدا جدا ممكن مع مع حاجة نفسها اي حاجة غذائية يعني حاجة محتوى يعني غذائي مفيد ممكن تأثر حد صح وحاجة غضب يعني نفس الحاجة او فمش كل خبرات نقدر تسبع من تقولي ان احنا قبل ما ناخد النصيحة من حد نشوف هو مين هو مين بالزبط بالزبط هل هو كفء هل هو مؤهل مين دوت نبحث الاول عن التاريخ جدا ممكن يأثر على الناس ازاي؟ هأثر ازاي؟ لا يأثر كتير طبعا مثلا هل ده تجارب مثلا تجاربته هو على قده هو هم ومعتقده هو ممكن حاجة تاني يضبق نفس الحكاية تجيب مع حاجة غلط يدمر حياته فمش ينفعش ايه الفرق يا دكتور ما بين المعالج النفسي واللايف كوتش عشان في ناس كتير بتتلغبط ما بينه لا فرق كبير جدا المعالج النفسي بيدي ادوية طريقة علاجه مختلفة تماما عن الليف كوتش بيدي ادوية لها لصحة النفسية فيها ممكن تكون ترابات سلوكية ترابات نفسية كبيرة جدا مختلفة خالص عن الليف كوتش فلا دوت ليه مجال واللايف كوتش مجال اللايف كوتش مش بيعالج أمراض نفسية أو بيعالج حتى ترابات سلوكية أو حتى تعديل سلوك مختلف بنقعد مع العميل نفسه ومن خلال كلامه بنعمل إدارة للجلسة لكن مختلف عن أي ترابات نفسية ترابات زهانية أو انفصام شخصية لا معناش ده خالص المعالج النفسي بقى نرجع تاني المعالج النفسي ده الحد بس عنده مشاكل نفسي عنده قلق وصفاص كهري ومثلا في صنف الشخصية أو تمام المعالج النفسي بيكتب أدوية نحن نمتلوش أدوية يعني يفهم من حدك كده اللايف كوتش ما بيكتبش علاجات ماكيش علاج خالص أبدا من فده لا المعالج النفسي ليه احترامه وبرده اللايف كوتش برده دي شغله ومكانته مختلفة حقيقة اللايف كوتش ناس كتير بتشوف أن هو نصب ومش بيساعد على أي حاجة مجرد ناس بتكسب فلوسه بس بتتعامل إزاي مع الظاهرة دي؟ هي هتكون ظاهرة لغاية ما يثبت إلى عكس بعد فترة أكيد مثلا زي أي مجال كده هو مثلا بتطلع فيه ظاهر بتطلع ظاهرة تاخد وقتها وهتنتهي هي هتاخد برده وقتها وتنتهي برده تمام هل اللايف كوتش يا دكتور فترة مؤقتة وهتنتهي ولا هنكمل بيها؟ وده أسلوب جديد وحياة جديدة ننتج نمشي عليه؟ أي حاجة جديدة بتبقى لها اختلافاتها ويقجى بياتها ممتازة زي أي حاجة بتظهر جديدة بتبقى دايما فيه يعني وش حولينها كتير لغاية فعلا بتستقر إحنا محتاجين طوال حياتنا لا يكوتش حد ساعدنا زي مثلا زي زي ما نكن نرجع الناس الكبار في السن يقولينا أعمل إيه؟ هي بالضبط كده بس طبعا ده مع علم وتعلم وإنسان فاهم إيه هو الإدارة الحياة الزي فلا إحنا محتاجينه محتاجينه خاصة في ظل الضغوط النفسية الجديدة من صدمات حروب ومن أزمات نفسية في إدارة حياة إني عمتا دلوقتي في حصل بعض الناس عندهم أفرسين كتير قوي لو هو التفكير الزايد ممكن برضو اللايف كوتش ساعدك 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 إزاي تنظم الحوار بتاع دماغك حتى فلا اللايف كوتش ما بعملش استغنى عنه بصراحة يعني سلوب حياة سلوب حياة بالضبط اللايف كوتش مسؤول عن تطوير حياة الناس صح؟ صح أكيد تمام من خلال كده حضرتك بتقداري تطوري من نفسك إزاي زي ما حضرتك بتطوري من حياة الناس أكيد الشخص اللي بيطور من حياة الناس كل فترة بيطور من نفسه فحضرتك بتطور من نفسك طبعا أكيد طبعا الإنسان اللايف كوتش بيبقى محتاج ببين فترة وفترة بياخد كورسات تنمي نفسه سواء حاجات دولية مع ناس معروفين حاجات تأهله هو حتى يدرس علم النفس حتى زي علم نفس الإيجابي بيساعد جدا اللايف كوتش أنه هو يفهم العميل اللي معاه يفهم إيه نفسيته في العمي الإنسانية كلها بتصدب على بعض فجمع بين فترة وفترة لازم يدعم خبرته وتدريبه دوت وشغله مع الناس بكورسات كتير ولدقت المجالات الإنسانية بقت مليانة كتير فكل مساعد الإنسان أو الإنسان اللايف كوتش كل مساعد نفسه يخد كورسات تأهله كل مكان أكتر إفادة للمستفيدين ويوازب العصر اللي احنا عايشين فيه بالزبط أيها تمام لو كلاينت من كلاينت بتوعك عميل من العمل بتوعك ما عملش الأهداف والجولز اللي حضرتك طلبها منه السيشن الجاية تتعاملي مع ده إزاي؟ بص إحنا عندنا حضرتك مدة معينة مثلا من ما بين الثلاث لأربعة سيشن بنادي زي تسكي ده أو مثلا هومورك ما تمش من خمس سيشن من الأسف ما نرشي إحنا إيه خلاص نعد المرحلة اللي بعدها لأنه هو كده هو أنا هعرف إزاي الإجابات اللي هيعملها هو كده مش مماشي معي صح مش مساعدني حتى مش مساعد نفسه إنه هو أنا مش هستفيد هو المستفيد هو المفروض يعرف يمشي نفسه إزاي فأنا بساعده أنا مجرد مساعد لك لكن هو مش عايز يعمل حاجة فما أسف بعد خمس سيشن أنا بتوقف عن الإدارة خلاص تعالى كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة استنونا في حلقات جديدة ومتنوعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر